النهاردة مباراة جديدة ومهمة جداً نادي الأهلي أمام القطن الكاميروني في الجولغة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا تأكيد كلنا زعلنا من نتيجة مباراة ساند داونز الأخيرة واللي أثرت بصورة كبيرة على فرص صعود الأهلي اللي ما زالت اللي ما زالت حتى لو بالنسبة ضئيلة موجودة فيه أمل طالما فيه أمل يبقى احنا كأهلوية وكعادتنا كلعيبة بنلعب لآخر دي في أي مباراة وكمان فيه حاجة مهمة جداً احنا بنلعب وندفع عن صورة الأهلي ماتش النهاردة يعني الكلام فيه مش كتير ماتش النهاردة يعني لاي احتمل إلا نتيجة واحدة بس اللي هو الفوز الفوز عشان تستمر إن فيه أمل في الصعود ولكن بيد أو بأقدام الآخرين نما أي نتيجة أخرى لقدر الله النهاردة خلص معناها ضياع فرصة الأهلي في التأهل لو الندي الأهلي كسب النهاردة بمشيئة الله لازم ننتظر نتيجة مباراة بكرة بين ساند داونز والهلال السوداني اللي هتلاعب بكرة إن شاء الله في السودان وخاصة إن التعادل أو خسارة الهلال السوداني على ملعبه من ساند داونز هيخلي الفرصة النهاردة الأهلي ما زالت قائمة لكن لو لا قدر الله بقى يعني هنقول إن النتيجة كانت عكس اللي احنا نتمنى ده طبعا هيقضي على فرصنا في الصعود الكلام ده على فكرة برضو يعني التلات سنين اللي فاتوا يمكن مرنا بظروف مشابهة وكانت تأهل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكن مش معنى كده إن احنا حنستنى ونقدي بتراغي حتى لقدر الله لو النتيجة بكرة مش في صالحنا النادي الأهلي كل مباراة أو عايز أتكلم في حاجة معينة برضو معلش بصفاتنا احنا كلنا بننتمي للنادي الأهلي وكلنا يهمنا حاجة واحدة بس النادي الأهلي الكيان العظيم أوقات كتير جدا مرت علينا بيبقى فيها عثرات مش عايز أقول كتير لكن مرت قليلة في النادي الأهلي على فكرة بس مرت على أنا أصدي على كل الأجيال كويس أوي مش عايز أقول وقع على النادي الأهلي ما بيقعش الناس بقى خليتنا في سكة تانية والنادي الأهلي وقع والنادي الأهلي مش عارف إيه والإدارة كذا دول ناس مغردين وليهم مصالح وأغراض شخصية مش هنتكلم عليهم احنا بنتكلم على جمهور النادي الأهلي العظيم أيامنا واللي قابلنا واللي قابلنا في بعض العقبات مش عايز أقول وقعنا فيها ولكن حصلت لنا وبعض العثارات حصلت لنا مين اللي بيقومنا تاني يعني بفضل الله وبعض ربنا مين اللي بيعدل الكفة مين اللي بيرجعنا تاني للحالة بتاعتنا جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو اللي بيرجعنا للحالة بتاعتنا تاني جمهور النادي الأهلي اللي بيأخذنا في سكة تانية خالص وإحنا في الأزمات بتاعتنا في مش عايز أقول مشاكل وأخطاء الأخطاء والمشاكل الموجودة على طول في كل حققتها ولكن إحنا تعودنا في النادي الأهلي المشاكل أو الأخطاء بنقفل على نفسنا بنقفل على نفسنا والحاجات دي بتتحل وبتتناقش فيه الغرف المغلقة زي ما بيقولوا هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي خلينا بقى في اللي واضح اللي في الملعب أنا كلعيب أنا مش في حالتي أنا مش في حالة كويسة وعايز أخرج من اللي أنا فيه الوضع الطبيعي مين اللي حيخرجني من اللي أنا فيه ربنا طبعا وأنا ليه دور ولكن فيه دور مهم جدا 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 لجمهورنا العظيمة شكرا